في ذات السياق طلع وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بحيبح على تدخلات وأنشطة المؤسسة الطبية الميدانية FMF في القطاع الصحي في عدد من المحافظات واستمع الوزير بحيبح خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الطبية الميدانية FMF الدكتور مهيب عباد إلى التدخلات لمؤسسة وأنشطتها المتنوعة في عدد من المحافظات لدعم مراكز سوء التغذية بخمس محافظات وتنوع أنشطة الدعم المقدمة من خلال تسعة فروع للمؤسسة وتسعة عشر عيادة متنقلة تعمل على تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين لها وتوزيع خمسة وستين ألف سلة غذائية في محافظات عدن والأحج والضالع وشبوى وحضر موت وتعز والحديدة وأشاد وزير الصحة بالتدخلات المتميزة للمؤسسة وبرامجها النوعية مؤكدا على أهمية تنفيذ برامج مستدامة للأثر